يوجد شيء من الذكر بعدد معين يكون بدا على سبيل المثال إن ترديد كلمة هو خمسمائة مرة سبب للتفريج هذا كله باطل ولا سند عليه ولا مستند له هذه الصلاحات صوفية منقوطة الذي يقول هو خمسمائة مرة وألف مرة كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذه بدعة عياذا بالله من التلاعب بأسماء الله ثم هل هو من أسماء الله التحرير يقتضي أنها ليست من أسماء الله الحسنة لأن نقول يا هو رزقني ما تتأتى والله أعلم لأن من شروط الأسماء الحسنة ولله الأسماء هي أسماء ويحسن فادعوه بها ويدعى بها والله أعلم